موسيقى موجز أخبار التربوية أهلا بكم أعلنت هيئة التمييز والإبداع تمديد التسجيل الإلكتروني في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2019 حتى العشرين من الشهر الجاري عبر صفحتي الهيئة والماراثون البرمجي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو الموقع الرسمي للجامعة الافتراضية السورية وأشارت الهيئة إلى أنه تم تمديد التسجيل بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الأطفال واليافعين من مختلف المناطق والمحافظات السورية للمشاركة في مسابقة الماراثون البرمجي والذي يشمل في مراحله وتدريباته فئة الأطفال ممن تتروح أعمارهم بين 8 و11 سنة وفئة اليافعين ممن تتروح أعمارهم بين 12 و15 سنة ويتضمن البرنامج التدريبي للماراثون المقرر تنظيمه في آب القادم خمس مراحل تدريبية وتأهيلية موصفة ومحددة علميا وزمنيا يتم خلالها إجراء الاختبارات التأهيلية وتقديم التدريب المناسب على مختلف التقنات البرمجية وعلى أليات التفكير المنطقي للأطفال واليافعين في مختلف المحافظات السورية وعلى نحو يساعد في دعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالميا وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الماضي في مديرية التربية في حما 335% حيث تمت صيانة 674 مدرسة في حين بلغ عدد المدارس التي تمت صيانتها وفق الموازنة المستقلة للعام الماضي 100 مدرسة بنسبة تنفيذ بلغت 100% وذكر يحيى عبدالغني من الجد مدير التربية أن خطة صيانة الأبنية المدرسية للعام الحالي في مديرية التربية تبلغ 23 مدرسة صيانة شاملة منها 10 مدارس للتعليم الأساسي و13 مدرسة ثانوية ومهنية إضافة إلى وضع خطة لصيانة 27 مدرسة بتمويل من اليونسف في العام الحالي وهناك أيضا خطة لصيانة 13 ثانوية مهنية ختام الموجز بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة